في شأن الصحي وفيما يتعلق بالوضع الوبائي في تونس أحصت ولاية اسفاقس خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية مئة وسبع إصابات جديدة بفيروس كورونا على مجموع ثلاثمائة وعشرة تحليل منجزة وحالة وفاة وحيدة وفق ما أفادت به الإدارة الجهوية للصحة في بلاغها الصادر اليوم وبالموازات تواصلوا الملحى التصعدي لانتشار الوباء والذي جسمته نسبة التحليل الإيجابية التي تقدر بحوالي 35% وفي قبل الجنوبية أحصت مصالح الإدارة الجهوية للصحة حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا بالمعتمدية كما أكد رئيس مصلحة الأعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة تسجيل 59 إصابة جديدة بالفيروس وكانت ولاية منوبة سجلت أمس حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس فيما تشهد الولاية حاليا تسجيل 625 حالة من بينها ثلاث حالات إيواب وحدة الكوفيد بمعهد القصاب وفق معطيات الإدارة الجهوية للصحة بمنوبة